نظم قطع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان يأتي هذا تطبيقا للسياسة الحديثة للوزارة التي يعد إحياء المناسبات الدينية أبرز محاورها تحرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تطبيقا للمفهوم الإنساني في السياسة العقابية الحديثة حيث نظم قطع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها وهو ما يرصخ لدى النزلاء قيما دينية أساسها الاعتدال حيث تقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل معنى الصلاة من الله على النبي رحمته به ورحماته التي تتنزل عليه ورحماته التي تفيض من خلال حضرته صلى الله عليه وسلم وهو الذي تستغفر له الملائكة وهو المغفور له كل شيء فقاله لا تحزن إن الله معنا ليه قال له إن الله معنا؟ قال لك لأن الله لا تدركه الأبصار ومن كان في معية الله فهو أيضا لا تدركه الأبصار احنا بنشكر وزارة الداخلية بنشكر قطاع الحماية المجتمعية على هذا الدور ومن قلهم استمروا في بناء الإنسان لحياة أفضل وترفع هذه الندوات الدينية الوعي الديني وثقافي لدى النزلاء فهي فرصة لفتح باب الاستفسار والنقاش أمامهم لمعرفة أمور دينهم ودنياهم حتى يعودوا إلى مجتمعهم محصنين لبداية حياة جديدة نسأل الشيوخ في تعليم الدينية لنا في الصلاة في الكرآن نتعلمنا حاجات ياما من الشيوخ لما جئنا هنا مركز التهيئي لشوفنا حاجات مختلفة لكنا بنشوفها يعني نظام تمام نوم في مواعيد الواحد برضو تعلم أشياء كثيرة بصراحة يعني هنا مهتمين بالجانب الديني والثقافي والتعليم وأن هما يطلعونا أن نحن نكون في أحسن حال سواء مهنية أو تعليم أن نحن تعلمنا كويس وخدنا شهادات تضمنت الاحتفالية استعراض لمواهب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الإنشاد الديني حيث يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إسقال مهارات النزلاء الفنية من خلال برامج متطورة يشرف عليها خبراء ومختصون وشهدت تفاعلا كبيرا من الحضور والجميل أن هما بيعرضوا أو بيطلعونا في سوب جديد وجميل ومميز وهو رعاية مواهب هؤلاء ونحن بقاعدين مستنفعين باللي بيطلق القرآن الكريم الكرة اللي كان بيغني المطربين اللي منهم أصحاب المواهب والأصوات الطيبة وهم حاسين بآدميتهم أنت بتحترم آدميتهم رغب وقوعهم في بعض الأخضاء بشكر كتاع الحماية المجتمعية اللي تملك تهتنى بينا وبتخلينا انطبع المواهب بتاعتنا اللي عندنا احياء المناسبات الدينية في مراكز الإصلاح والتأهيل وجه من أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل المطبقة داخلها ندوات دينية وثقافية وحفالات طرفهية تقام لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة منتظمة تصهم في الارتقاء بقدراتهم الثقافية والفكرية إضافة إلى أنها فرصة لعرض مواهب النزلاء التي يتم إسقالها داخل هذه المراكز من مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عبدالله بركات التلفزيون المصري